السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبنا الاهزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي. ومع درس جديد من درسنا في برنامج البنت 3D. هنفتح البرنامج بتاعنا. لو كان مفتوحة بكده تكتب حرف البي. تمام? هيزر معك الرثام سلاسي الابعاد او بنت 3D. هتفتح البرنامج هتختارنيه. النهاردة هنتعلم ازاي نتعامل مع الاشكال. تمام? وبالتالي هنختار الـ 2 3D. وهنيجي على الـ line and care. هناخد الـ line ده. ونبدأ نرسم مثلا الخط الاولاني. تمام? اهو. ونضغط مفتاح الشفت معه. عشان يخليه مستقيم. تمام? بسيب. بيطلع خيارين هنا. الخيار الصح معناه ان انت اعتمدت الشكل. والخيار اللي استنبي ده معناه ان انت بتعمل آآ نسخة تاني. يعني مسلا لو ضغطت عليها. لو ضغطت عليها بيعمل لك نسخ كتير. تمام? كنسخ. هنتراجع. بيجي عندي الشكل ده. كده. أرجح تاني. واعمل الشكل ده كده. مع الضغط على الزر شفت. تمام? اهو. بعدين بعمل علامة صح. واجيب العلامة دي كده. اهو. تمام? وبعدين اضغط علامة صح. واجيب آآ جنب ده كده. واعمل له علامة صح. واجيب هنا. اقفل العلم. خلي بالك ما تسبش فراغ خالص في الجناب. في الجناب دي خالص. لان لما تيجي تلون ممكن الالوان تطلع برة اللون. وحنيجي نختار اللي هو ديت. آآ هنشدها كده. برضو اقفل صح. ما تسبش فراغ. طيب. حنيجي بقى على الالوان. الالوان فين? الالوان هنيجي عند آآ براشز ديت. ونختار اللون العنابي. ان هو هنا ده. وهنا عندك آآ الماركر اللي انت شايفه ده هتختار الفل. لو انت وقفت لحظة بطلع لك الاسم هون. فل. تمام? هضغط هنا. واضغط هنا. يبا انت كده لونت العلم. تمام? لاحظ مرة تانية لا تترك فراغات في اي آآ توصلات ما بين الخطوط. لانه زي ما تعلمنا في المعمل هتلاقي اللون ممكن يطلع يلولنك الخلفية كلها اللي برا. او يدخل على اللون اللا بيد هنا. تمام يا شباب? وطبيعي طبعا ان انت تروح لمنيو. وتعمل آآ سيف. تمام? ونبدأ نكتب مسلا آآ آآ فلاج مسلا. اف آآ جي. عالم. ونحفظ على المكان اللي احنا عايزين يوديس كتوب مسلا. وقول له سيف. خلاص كده بيطلع فوق. وده انواع من انواع الصور بيبقى آآ مساحته آآ خفيفة يعني. تمام كده? طيب. ده آآ الشكل الاولاني. هنفتح واحد تاني نيو. الهدف التاني. ان انا اعمل شكل سنائل عبعد. ولكن آآ دايرة. تمام? اهو. وحضغط هنا. وارسمها. خلاص. اول بوضغط على الشكل. بيطلع لي هنا في السيركل الفل. وبيطلع لي فيه طيب. وهنا آآ اللي هي الغمآن يعني. وهنا اللي هي الايه? اللي هي العتمان يعني. ضربة الشفافية بتاعتها. تمام? المهم. هنا هنيجي. هنختار اللون. هنقول له آآ ونختار اي لون تاني. ولكن اللون ده مسلا. تمام? طب والاطار اللي اسمر اللي برا. اللي هو ايه? اللي هو طيب. يبقى الاطار الخارجي اللاين طيب. هو بالاسبت هو تلعصت غيره. ولكن ونختار منه. آآ ولكن مسلا اللون الاخدر ده. عشان يزهره. يبقى انت كده ايه? غيرت في آآ الاطار الخارجي اللي هو طيب. وغيرت في الفيل الداخلي اللي هو الفيل. وطبعا بيطلق لك عن هون الشكل اللي هي. از احتاجت انت تتراجع عن اي حاجة بتضغط اندو هنا. تمام? طيب. انا عايز اخر حاجة. هدف الاخير ان انا احوله ازاي لي آآ آآ يعني ازاي احول الشكل ثنائي الابعاد الى ثلاثة الابعاد. هضغط على ده. تمام? وابدأ اتحكم في آآ اللي هو الاكس. تمام? والآآ والواي. تمام? والزد. تمام? بالشكل ده هوت كده. وكده تب انت استطعت من خلال هذا الكلام ان انت تحوله الى شكل ثلاثي الابعاد. وطبعا نفس النظام بتروح لمنيو. بعد منيو بتعمل سيف. وتختار آآ سيف بقى حسب اللي انت عايزه. يعني انت عايز النسخة دي تحفزها زي صورة زي ده هي فيديو. زي ما انت عايز. تحفز مسلا بيعفزها لك. تمام? وبيديك المقاسات بتاعتها النهائية. لو عايز تحرر ممكن تشيل ده. وتبدأ تغير في العرض وتقوله وتقوله سيف. بيعفزها لك برضو اي حفز مسلا الصورة معينة في المكان اللي انت هتحدده. سيف. نطلع كده من البرنامي. كده احنا اتعلمنا انشاء الخطوط. وفي نفس الوقت رسمنا العلم القطر من خلال انشاء الخطوط. وتعلمنا ازاي آآ نرسم شكل ثناء الابعاد. ونغير في الالوان. الاطار الخارجي واللون الداخلي. وازاي نحاوله ميك 3D. ان احنا نحاوله الى 3D شبس اللي هو شكل ثلاثي الابعاد. اشكركم. اشكوا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة